السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكنت منا ان شاء الله تكونوا باخر والاخير ومرحبا بيكون فيديو جديد اليوم ان شاء الله نحضر معكم المروزية باسهل طريقة وبمقادر مضبوطة وهكذا اللي مبتدئات ان شاء الله يستفدوا منها ما نطولش عليكم ونبدو على بركتي الله كيف ما كتلاحظوا معي هنا عندي كمية ديالة الحمل اللي كتقد الساديالة الناس وكيف ما كنعرفو الغنمي ما كيعطاش بزاف الطياب ذاك الشي على الساديالة الناس طريقة 헛 نذهب الحفز الساديالisce الطريقة يتضطوني ومن الافضل اللي تحدر المروزية يكونوا من عنقرة او من السلسول ديال الدهر انا درس 3 من كلشكل درس 3 طريفات عنقرة و3 من السلسول ديال الدهر وهاد ہے دي الكيمية اللي غادي تقضني وهنايا غادي مبدو فيل التحضيرات عندي 40 الفصوص ديالته وعندة حدوم عندي م漱ada مصغر صغير ديالا incentives فخري أخذوا معي هنا بتطليل أريد الح성 وعندي هذه المعلقة الصغيرة تقريبا نصف معلقة الملح نصف معلقة صغيرة الفلفل الأسود سوف نعبر معكم بمعلقة ومعلقة كبيرة ومعلقة كبيرة معلقة صغيرة تكون عامرة وهذه هي العطرية المروزية تقريبا نصف معلقة صغيرة تقريبا نصف معلقة نصف معلقة ومة بزعج نصف معلقة من ثلاثة ثلاثة نضيف اشتركوا في القناة 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 اضطوا النار سوف نضع فوق النار و سوف نضع الزيت نهائيا حين الغنمي يجب من الدم و سوف نشوف فيديوهات يطلعوا ليه هكذا انه يطلعوا الزيت في المنوزية و اصلا هاد الحماطره يجب تلقوا لينا ليدام يعني لا داعي يطلعوا التقطره ديال الزيت سوف نحرك هكذا نقلب هادوك الطريفات اللي عندي ديال الحمب هاد شكل اللي كتلاحظو معايا داروري نقلبوهم فوق النار هنا ما زال ما سديتش الكوكوت سوف هنا كنضيف واحد الكأس ديال الماء يكون مغلي طبعا الحم عمرنا ما كنضيفه له المبارد كأس ديال الماء مغلي و سديد الكوكوت ديالي و سنخلىها ثلاثين دقيقة من بعد حينت الحمضة يجب امرقض و يعني و شرملناه في الاولية هكذا شوية قبل ما نصده الكوكوت وهذا صدينا الكوكوت انا يا ثلاثين دقيقة صافي كانت جاهزة قصت الحمات بانولية طايبين هكذا زبتة وبما انه عندي الكوكوت شوية صغيرة مهزتش للكمية غادي نديرهم في واحد القاملة اللي تكون هكذا متسعة باش نكمل باقي المكونات سوف هنا لاحظوا معايا هذيك الحماس للقليدام ديالهم كيف ما قلت لكم الزيت لا داعي و خصوصا اللي كيديرو كاس ديال الزيت او لا نص كاس راكي كترو بزاف في هاليدام سوف هنا هيا غدي ندير واحد شوية ديال الزبيب اللي كنت ضيجه غاسله وهنايا عصرته مزيان من ما اضفته وهنايا غدي نضيف تقريبا واحد نص معلقة صغيرة ديالة القرفة باش يتعسل ليدك الزبيب مزيان كيف ما كتلاحظو معايا كل ما كاللعسل نوعية جيدة كل ما غدي جيكم المروزية بنينا سوف هنا غدي نخليها حتى غدي تشرب والتعسل بوحدة بهذا الشكل اللي كتلاحظو معايا الزبيب اصلا كيتواته مع العسل والقرفة حتى كيتعسل كيواللي بهذا الشكل سوف هنا يراها واجدة صراح السر ديال هاد المروزية هو الترقاد كل ما ترق داد كل ما كتجيزوينة والحيمات كيجيو لدادين ويعني صراحة عير تبعوا التفاصيل اللي عطيتكم والطريقة بالتفاصيل وانشاء شوفوا تبارك الله العظم جاكي تفسخ من الحيمات تكيف ما قلت لكم تبعوا الطريقة بالتفاصيل وانشاء الله ما تحش مكمش وتجيكم زوينة وهذه الكيميية اللي كفك تلاحظو معايا تقريبا شستة ديالة الناس كتجي هي هاديك يعني كتجي مواتية معاهم والتزيين ما كتجيش هي مع البرقوقة يعني عير الزبيبراها كافي وما تنسوش زينوها بشوية ديالة اللوز كتوتها بزاف مع اللوز مقلي إلي عجبكم الفيديو ما تنسونيش من تعالق ديالكم واللايكات ديالكم لدائما كتفرحني بارتاجوا الفيديو مع أحبابكم وأصدقائكم لتعم الفائدة ونتلاقوا في فيديو جديد إن شاء الله